أخلى نفسه في المجد كل مرة يأتي في العهد القديم يأتي مصحوبا بالمجد لما جاء على جبل سيناء ودك الجبل إيه اللي حصل الجبل تزلزل ونار وصوت بروق ورعود موسى نبي الله خائف ليه إيه اللي بيحصل في الجبل سيناء ده ابن الله جاء بالمجد ليعطي الشريعة لما يجيء في أتون النار يشوفه نبو خزنصر الامبراطور الرهيب من أباطرة الأرض بحق ملك ملوك أي من شاء قتل وإي من شاء استحية نعم لكن يراه في أتون النار يقول فيه واحد رابع الشبيه بابن لها فرأى مجده عندما أتى في التجسد أتى متنازلا عن المجد يعني أخفى هذا المجد فالمسيح هو ماشي على الأرض كم مرة كان فيه ملاك ماشي معه صفر كم مرة ظهر بهاء المجد على وجهه الناس شايفينه إنسان عادي ولا شايفين مجد شايفينه إنسان عادي طب هلو هو ممجد نعم فين المجد أخفاه شافه قبص من المجد على جبل التجلي نعم وبمجرد ما نزل من على الجبل إلا حصل لهذا القبص من المجد اختفى نعم اختفى ليه؟ لأنه هو يريد تخيل يا أخ يا أسيس نزار لو هو عايش بالمجد ومصحوبا بهذا البهاء والزلزلة والملائكة والعظمة والأمجاد اللامعة في وجهه في وسط البشر مين يجرؤ يقترب منه؟ مين؟ طبعا لا أحد عاش كده أخلى نفسه من هذا المجد أخفاه لما مات وقام وصعد استرد المجد نعم وده اللي يقوله للآب في يحنى 17-5 والآن أيها الأب مجدني عند ذاتك أو مع ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل قول العالم وبعد ما تمجد في السماء كل مرة يظهر بالمجد لذلك رفعه الله وعطاه اسما فوق كل اسم اللي عاوز أقول أو يعني كلمة الله بتقول أنه أنه بجدارة فعلا أكمل عمل الفداء نعم واسترد ما يستحقه من مجد ترجمة نانسي قنقر